دعا وزيراء الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين والبريطاني جيمزا كليفرلي بعقد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في السودان قال بلينكين أن هناك تفاقن على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات ومشيرا إلى أن هناك قلقا عميقا مشتركا لدى الحلفاء حيال القتال في السودان ووجهة نظر مشتركة بأن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود طريفان إلى المحادثات من جهته دعا وزير الخارجية البريطانية الجنرالات المنخرطين في القتال إلى جعل السلام أولا